السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني اليوم سوف نقوم بحل الاختبار التشخيصي في مادة اللغة العربية وتقديراً للمجهود نتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أولاً مهارة القراءة اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة الآتية زهبت أسرة ريم إلى بيت عمها للاحتفال بابنه حارس الذي أكمل عامه الأول وبعد أن أنهوا الاحتفال التفى الأطفال حول الجدة وطلبوا منها أن تحكي لهم حكاية من حكاياتها الجميلة أين زهبت أسرة ريم؟ زهبت أسرة ريم إلى بيت عمها أكمل الجمل الآتية طلب الأطفال من الجدة أن تحكي لهم حكاية التفاف الأبناء حول جدتهم يدل على الحب والإحترام معنى كلمة التفى كما في الجملة التفى الأطفال هو إبتعدوا أم تجمعوا أم داروا الإجابة الصحيحة هي تجمعوا وظف كلمة أنهو في جملة مفيدة من إنشاءك ممكن أن نقول أنهو الأولاد واجباتهم عدد المقاطع الصوتية لكلمة أسرة هو أربعة مقاطع أم مقطعين أم ثلاثة مقاطع الإجابة الصحيحة هي ثلاثة مقاطع سلة القرابة التي تربط بين ريم والحارث هو ابن خالها أم خالتها أم عمها الإجابة الصحيحة هي عمها استخرج من الفقرة سبب احتفال الأسرة طبعا لإكماله العام الأول هل أعجبتك القصة ولماذا؟ نعم أعجبتني بسبب الحب والإحترام الذي يسود بين أفراد الأسرة ثانيا مهارة الكتابة أكون كلمات لها معنى من الحروف الآتية النون والثاء والميم والراء والحاء والألف والباء والعين ممكن أن نكتب حارث سعبان سمار أكتب الكلمة المناسبة في الفراغات الآتية كلمة بها لام شمسية ممكن أن نكتب الساعة كلمة بها لام قمرية الجمل كلمة تنتهي بتاء مفتوحة بيت كلمة تنتهي بتاء مربوطة مثل زهرة أكتب الكلمات التي تملى عليك داخل الشكل يتدرب عليها الطالب في المنزل هذه الكلمات الصحراء الليل عنكبوت الوردة التعبير أعبر عن الصورة بسلاس جمل مفيدة ممكن أن نكتب يلعب الطفل باللعبة يسوق الطفل سيارته يجري الكلب في الحديقة وبهذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة